السلام عليكم ورحمة الله اليوم رح نتكلم عن طريقة جدا فعالة إذا طبقناها بشكله الصحي والصحيح رح تساعدنا بشكل كبير على التخلص من الدهون المتقدسة داخل الجسم مثل دهون الكرش والأرداف هذا هو نظام الوجبة الواحدة فبهذا الفيديو رح نذكر الأساسيات والشروط التي يجب توفرها بهذا النظام فنشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل أول شي لازم نعرف إشواء الأوماد اللي هو نظام الوجبة الواحدة هي بكل بساطة تناول وجبة واحدة فقط في اليوم أي الصيام مدة 24 ساعة وهذه الطريقة لها فوائد جدا عديدة على صحة الجسم من التخلص من الدهون المتقدسة داخل الجسم بالذات الدهون الحشوية التي لا ترى بالعين وهي مسببة الأمراض المزمنة مثل المتلازمة الأيضية أيضا هذه الطريقة اللي هي الوجبة الواحدة أو الأوماد رح يساعدك بشكل كبير على التخلص من مشاكل صحية مثل دهون الكبد وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية الضرة هذا غير أنه رح يساعدنا بشكل كبير على التخلص من مشكلة مقاومة الإنسولين اللي هي المشكلة الأيضية المتواجدة بكل شخص مصاب بالسكري أو حتى بمرحلة ما قبل السكري فكل هذه الفوائد وأكثر رح تجنيها عند الالتزام بنظام الوجبة الواحدة والصيام مدة 24 ساعة ولكن إذا قررت تطبق هذا النظام اللي هي الوجبة الواحدة باليوم اللي عليك أنك تلتزم بالشروط والأساسيات التي يجب توفرها بهذا النظام أول وأهم نقطة قبل البدء بهذا النظام أنك ما تلتزم بنظام الوجبة الواحدة بشكل يومي فكثير من الأشخاص للأسف يقعوا بهذا الخطأ أنهم يلتزموا بنظام الوجبة الواحدة بشكل يومي وهذا تصرف غير صحيح أبداً رح يؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم فهذا الشيء رح يضع الجسم بطور المجاع ورح يكون هناك عيس كبير بالسعرات أيضاً عيس بمغذيات مهمة يحتاجها الجسم مثل البروتينات فالشخص رح يدخل بمشاكل صحية مثل تساقط الشعب وقلة الأداء الرياضي واحتمال كبير بفقد الكتلة العضلية وبالنسبة للنساء فرح يواجه افتراب بالدورة الشهرية فلهذا السبب من المهم جداً عند تطبيق نظام الوجبة الواحدة إنما تكون بشكل يومي فبالنسبة للرجال من الأفضل تطبيق هذا النظام اللي هي نظام الوجبة الواحدة مرة أو مرتين كل أسبوع وباقي أيام الأسبوع رح تكون عبارة عن صيام 16 ساعة فقط أما بالنسبة للنساء فمن الأفضل تطبيق هذا النظام مرة واحدة بالأسبوع فقط وباقي الأيام رح يكون عبارة عن صيام 16 ساعة ولا ننسى أخذ راحة يومين من الصيام هذه أهم نقطة يجب توفرها لكل شخص حابل تزنب بنظام الوجبة الواحدة النقطة الثانية وهي لا تقل أهمية على النقطة الأولى اللي هي عند كسر الصيام وتناول أول وجبة بعد الصيام 24 ساعة لازم نعرف أنه بهذه الفترة الجسم رح يكون حساس أكثر لاستقبال المغذيات فمن الأفضل بهذه الفترة أنه نبتعد تماما عن أي غذاء قد يهيج الجهاز الهضمي وقد يسبب بردات فعل مناعية وردات الفعل المناعية قد تؤثر سلبا على صحة الجسم أو بكل بساطة قد تعيقنا من تحقيق أهدافنا بنزول الوزن فالأعلان نسوي بهذه الفترة اللي هي فترة كسر الصيام أنه نبتعد عن تناول المكسرات والبذور ومنتجات الألبان وحتى المحليات بدائل السكر مثل ستيفيا أو إيرثرتول يجب أنه نتجنبها بهذه الفترة أيضا الخضار حتى الخضار بالذات الخضار النيئة قد تسبب بردات فعل التهابية بهذه الفترة وأكيد طبعا بهذه الفترة أنه نتجنب تناول النشويات حتى وإن كانت نشويات صحية طب إيش والغذاء اللي رح نتناوله بفترة كسر الصيام أفضل غذاء أثناء كسر الصيام اللي هو مرقة اللحم أو مرقة الدجاج بالذات اللحم اللي يكون مع العظم لأنها رح تكون غنية بالكلاجين فرح تساعد على تهيئة الجهاز الهضمي فهذه أفضل وجبة ممكن تدخلها داخل الجسم بهذه الفترة اللي هي فترة كسر الصيام وبعدها بساعتين ممكن تناول باقي المصادر الغذائية الأخرى مثل البذور والمكسرات ومنتجات الألبان والخضروات النائئة أو حتى النشويات الصحية إذا كنت ملتزم بنظام اللوكارب أو أي نظام وحاول أنك تتجنب تناول الوجبات الكبيرة بهدف الحصول على احتياجك من السعرات فهذه الطريقة رح تؤثر بشكل كبير على وظيفة الجهاز الهضمي ورح تزيد من الاتهابات للجسم ورح يعوق الشخص من التخلص من مشكلة مقاومة الإنسليم فالإعلانة نسويه أنه نتناول الوجبات الاعتيادية بالكمية اللي كنا متعودين عليها والنقطة الثالثة والمهمة بهذا الفيديو أثناء التزامك بنظام الـ 24 ساعة أنه يجب تعويض الجسم بالأملاح خلال ساعات الصيام إش هي الأملاح؟ اللي هي أملاح الصوديوم والبوتاسيوم فهذه أملاح مهمة جدا ويجب تعويضها أثناء ساعات الصيام ومن مصادر هذه الأملاح اللي هو مثل ملح الهاملايا أو الملح الصخري أو حتى الملح المخفف اللي يحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم فهذه الأملاح مهمة جدا أثناء ساعات الصيام بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو فإذا عجبك الموضوع اتمنى الضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأن بهذا القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون واسترجاع الصحة ويعطيكم الفعافية